جاءت مريم العذراء مسافة 165 كيلو متر من الناصرة إلى عين كارم في جبال اليهودية وطبعا ألقت التحية لألي صبات ارتكد الجنين في بطنها وقالت من أين لي أن تأتي أم ربي وبعد هذه التحية طبعا الرب غمر مريم وقالت هذه التسبحة التي تسمى ماجنفيكات بتشوفوا طبعا في عدة لغات في هذه الكنيسة تخليدا لهذه التسبيح هذه التسبيحة تشبه أيضا تسبيح أخرى مثل تسبيحة الملائكة وأيضا تسبيح أو ترنيم سمعان الشيخ قالت القديسة مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع آمته فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بعظائم واسمه قدوس ما أجمل هذه الكلمات حقا إنها قطعة شعرية جميلة جدا إنها تسبيحة مباركة جدا وتشبه التسبيح الأخرى في الفترة الميلادية مريم طبعا اقتبست من العهد القديم ولسيما من سفر المزمير واقتبست أيضا من تسبيحة حني أم سمعيل في العهد القديم وقالت لأنه تمن مرات يعني اقتبست وعظمت الرب لأنه صنع لأنه فعل وهكذا بتعبر عن امتنانها وشعورها لله الله صنع فيها خلاص تبتهج بالله مخلصها المخلص اللي كان في بطنها هو الرب يسوع المسيح له كل مجد أيضا مريم الرب أنعم عليها أيتها المنعم عليك وأيضا الرب اختارها لتكون أم الرب هذا امتياز كبير كبير هذا نعمي من عند الرب مريم حاملة الإله والإنسان في بطنها أصبح قدس الأقداس حضور الرب من خلال شخص الرب يسوع له كل المجد مع أنه مريم كانت امرأة بسيطة رفية كانت من منطقة الناصرة منطقة متواضعة جدا لكنها كانت مليان بالكلمة خبأت كلمة الرب وحفظتها في قلبها أيضا حقا تكلمت عن نفسها أنها آمت الرب تكلمت عن سيادة الله تكلمت عن معاملات الله أخذ طبعا إنساني فقيري مثلها ورفعها فوق جميع النساء وأقول أيضا مريم هي مريم المتواضعة مريم القانعة ومريم الخاضعة كانت مستسلمة لإرادة الرب أيضا مريم تعتبر نبيي مش بس تنبأت وتمت نبوتها وأن النبوة ما زالت تتم حتى يومنا هذا عندما نتذكر مريم هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني إلى هذه اللحظة العديد الذين يكرمون ويطوبون المطوبة القديسة مريم العذراء عندما تحدثت آمنت بكل ثقة أنها عبدي أنها آمنت أو آمت الرب تكلمت من خلال هذه التسبيحة عن معاملات الله أنه يأخذ العظماء وطبعا يجعلهم أو يضعهم في مكانة أدنى يطعم الجياع وطبعا بيقلب كل الأوضاع والموازين طبعا يعني بيجعل الأغنياء فقراء والعظماء بسطاء وهكذا من أستشف من خلال هذه التسبيحة مريم النبي مريم أم الرب مريم الطقية مريم الطاهرة مريم اللي الله استفاها على كل نساء العالمين الرب اختارها حتى تكون أم المخلص أم الرب يسوع المسيح